حل مشكلة استهلاك المعالج بنسبة 100% بالإضافة إلى حلول أسطوري إن شاء الله راح نقديمها في هذا الفيديو تابع ما هذا الفيديو أسطوري هتا تستفيد السلام عليكم يا سطير أتمنى تكونوا صحة جيدة معكم زيادة والسموكر من قناة متسابق للعب ورجعنا لكم اليوم يا سطير بمقطع جديد أسطوري وبناء عن طلبكم طبعا عملنا استطلاعوا رأي على التليجرام إخوانا بالتليجرام واختاروا إنه إحنا نزل فيديو استهلاك المعالج طبعا أول إشي بحب أقولكم إنه أنا بأعتذر منكم على التأخير بس معلش إخوان عندي ضغط كثير إخوان الله يكون بعون إن شاء الله ويسر أمورنا إن شاء الله بإذن الله طبعا هذا الفيديو لجماعة اللي عندهم مشاكل باستهلاك المعالج بالإضافة إلى تعزيز أداء المعالج بنسبة 100% طبعا أتمنى يا صديقي يا أسطوري إذا ولمروا بتشوف القناة تدعمني باللايك الأسطوري اللي زي كنت تشترك بالقناة وتفعل الجرس عشان ينصلكم أجل الفيديوهات وأحبب إنه نقول لكم يا أخوان إنه إحنا كل يوم بث مباشر على قناتنا GRZ Gaming Official طبعا أخونا ألماني كل يوم بيطلع بث على الساعة 9 رح يأجي باك وإن شاء الله جو أخونا ألماني جدا أسطوري وإن شاء الله إخوان بإذن الله كمان رح يصير يفتح على الفيسبوك بإذن الله كمان فيإخوان دعمكم لأخوكم سموكر وتفضلوا عندنا على بث مباشر اليوم وخلينا نبلش يا أسطير وليتس جو أوكي يا أسطير خلينا نبلش بالشرحة سريع لكن إخوان أنا إن شاء الله بكل شروحاتي رح نعملكم نقطة استعادة بحيث إنه الناس اللي ما بعجبها الشغلات اللي بنسويها بتقدر أنك أنت استعيد النظام زي ما كان موجود من قبل وقت ما أنت سويت هذا الفيديو طبعا الشغلات هاي 100% مضمونة بإذن الله ورح تعجبكم بإذن الله حبابي القلب وتخلي عندكم الأداء 100% بإذن الله وشغلات كمان رح تفيدكم بشكل كامل من خلال تعزيز المحاكي أو تعزيز أداء الجهاز بشكل عام اللي بدنا نفهموا ليش إنه بيصير مرات باستهلاك معالج ألا مرات بيكون يا أخوان عشان كونوا بالصورة عشان نفهم قبل ما إحنا نبلش بالشرح عشان تفهموا طول عم بيصير بالضبط مرات من خلال استهلاك المعالج في شغلتين ممكن إنه تكون تستهلك من معالج أولا يكون عندك البرامج شغالي كثير بالجهاز بالإضافة في الثاني الشغل الثاني ممكن يكون في فيروس ترجان أو فيروس موجود عندك بالمعالج داخل المعالج بيصير في فيروس من خلال الويندوز وأيضا كمان بيصير مرات بكرت الشاشة لما بتشوف إنه سنستعمال كرت الشاشة 100% وكذلك الأمر بالمعالج 100% بيكون عندك استهلاك تبعه بيكون عندك مرات بيكون عندك فيروس فإحنا هلأ رح نقدم لكم بحلول سريعة بحيث إنه إحنا نتخطى كل الشغلات هاي إن شاء الله ونحلها مع بعض بإذن الله أوكي يا سطير خلينا نبدأ على السريع بشكل كامل طبعا أول شي رح نسويه نروح على خانة البحث هون ونكتب create ونخلوه لها عربي إنجليزي create restore point طبعا هاي إخوان بحيث إنه إنت مثلا ما عاجبك للشغلات أو عندك مثلا ما عاجبك الإشي نحن نسويه بحيث إنه ما يجينيش أي واحد يقول لي إنه الشغلات بسوية غلط أو إشي كل ما عليك إنك إنت تعمل نقطة استعادة للإشي اللي سويت وطبعا كل شي مضمون زي ما إحنا متعودين حبابي القلب بس للناس المشركين هذا الإشي اللي محكيه نضغط على الpartition C أخوان ونضغط على كلمة correct وهون بنسمي اسم اللي بدنا إياه مثلا أكتب أي شي مثلا أكتب اسمك مثلا هاي سموكر مثلا وحكتب سموكر مثلا هيك بس أي شي بتقدر تسويه تضغط زي ما إنت شايف تستنى هون ثواني شوي بس عشان إيش يخلص بك هتبلك زي ما كان قبل كل ما عليك تضغط على كلمة system restore وراح تكمل عندك الأمور كاملة ونرجع كل شي مية بالمية هاي أول نقطة حكينا فيها نضغط ونطلع من هون الآن في النقاط اللي لازم نسويها بشكل عام بحيث إنه إحنا نقلل من استهلاك المعالج عندنا بشكل كامل طبعا إذا رحنا هون على خيار السبيو عنا السبيو عم بستعمل ستاش سبعتاش الأمور طبيعية مية بالمية لكن أنا اللي صار معي من قبل صار عندي فيروس بي كرت الشاشة صار عندي استهلاك مية وأنا مش فاتح ولا إيشي كنت على سطح المكتب ما في إيشي كان استهلاكه مية بدون إيشي زي ما تشافين اللي بدنا نسويك الآتي نروح نضغط هون على البحث هون ونكتب event viewer طلعنا بالشكل هذي اخوان ضرورة تسويها الخطوة عشان إنه تقلل من استهلاك المعالج بشكل كامل كامل رح نكبر هاي شوي هيك زي ما نشوفين هدول الشغلات كل لاتنا لازم إحنا نسويهم بالشكل لها كل ما عليك إنك تضغط هون على clear lag تضغط هيك وتضغط كلمة clear هيك نظفنا أولوحدي السيكوريتي نفس الموضوع clear setup نفس الموضوع أنا بنظفهم كل فترة عشان هيك بتلاقي وعندي رح تلاقي عندك أنت كمان كثير فانت نظفهم كل فترة بحيث إنه انت الجهاز يضل عندك مية بالمية والنظام يكون شغال معك مية بالمية بدون أي مشاكل والشغل البعض يا إخوان إذا ضغطنا هون على startup كل شي رح خليكم بقناة telegram بإذن الله طبعا هون الشغلات اللي شغالي معي بالخلفية حبابي القلب كل ما عليك إنك انت تطفي الشغلات الماء الهداعي مثلا إذا كان عندك مثلا برامج بتأثر بإخلاع الجهاز برضو بتأثر بإستهلاك المعالج بشكل كامل كل ما عليك إنك انت تطفيها بالشكل اللي انت شايفه أمامك مثلا عندك الويندوز ديفندر ما نخليه شغال عندك الريوليتك تاع الصوت جي هب الخاص بالويندوز الماوس الستار سيريز تبع الكيبورد يعني هاي الشغلات يعني ممكنك إنك انت تخليها شغالة ما ما تطفيها بس بس البرامج الثاني مثلا زي مثل محاكي game loop telegram steam هدول الشغلات كل يطف فيهم بشكل جدا سريع هاي أول نقطة ما نحكي فيها بشكل كامل طيب بعدها راح نروح نتأكد إنه إحنا مطفين اللي عنه نزل جي ارزي في ثري واللي حاب إنه ينزلها بإذن الله موجودة إن شاء الله بفيديو وتفضل الاندسكورد يطلبوها وحياكم الله طبعا الشباب اللي منزلين جي ارزي في ثري كل شي هاي الشغلات ما رح تلزمك لأنه كل شي بيكون معمول عندك بشكل كامل متكامل وما في عليه أي مشاكل طيب هلا في حال إنه إنت طلعت عندك بالشكل آتي الback ground كل ما عليك إنك إنت تطفيهم عشان ما يشتغلوش معك بالخلفية بشكل كامل متكامل هاد الشغلات الضررية إحنا اللازم نسويها بشكل كامل هاي أهم النقاط اللي إحنا لازم نسويها بحيث نخفف من استهلاك المعالج بحال طبعا هاد الشغلات الضررية لازم نسويهم تروح تنظف الكلير كاش تنظف الكاشات الخاصة بالنظام بشكل كامل كل ما عليك تضغط هون رح ينظف لك كل شي بشكل كامل اللي يحب إنه يستفيد من هاي الأداء بتنظف لك كل شي كامل بالجهاز من ملفات كاش من كل شي بإذن الله فضروري تعمل التنظيفات هاي بحيث إنه يكون عندك الأمور 100% بإذن الله طبعا هي لحالها رح تسكر لحالها بعد ما تخلص أمورها تمام التمر الحركة اللي بدنا نسويها الثانية وهي طبعا هاي بتعمل لك إذا ضغطنا هون على طبعا هون رح تزبط لنا كم من شغلة موجودة بالملفات الريجستري طبعا هاي الشغلات أنا شرحت عليها من قبل لكن هاي بس بملف واحد رح يكون عندك الأمور تمام التمام كل ما عليك إنك تشغلها تعطيها ياس تعطيها ياس تضغط أوكي تمام الحكيم 100% إن شاء الله الأمور تمام بعد ما أنت سويت هاي الشغلات وتروح تشيك تشوف كيف الأمور تمام أمورك تمام لسه عندك فيه استهلاك المعالج بيكون عندك بيكون 100% فيروس بالجهاز فأنت شو اللي لازم تسويه كل ما عليك إنك أنت تنزل أنت فيروس وأنا أخلي لكم إخوان أنت فيروس جدا أسطوري ومحترم وأنا بستعمله شخصيا زي ما تشايفين راح أورجيكم زي ما تشايفين حبابي القلب هاي زي ما تشايفين أنا بستعمل الكريس بسكاي هو أحسن إشي بننظف لك الجهاز بشكل كامل إذا كان فيه أي شيء وبيحميك من نفس الوقت من أي اختلاقات لا سمح الله يصير عندك فإذا ما راح من عندك الفيروس بشكل كامل الموجود عندك بالمعالج ما عليك غير تفرمت يا صديقي يا عزيزي هاي الشغلات اللي انت ممكن أنك تسويها عشان تقلل من استهلاك المعالج وكمان أيضا أحب إنه نضف لكم شغلة ثانية وهي بالدسكورد يخوان إذا دخطنا هون على الدسكورد زي ما تشايفين إذا رحنا هون على الدسكورد إذا أنت بتكون شغل الدسكورد مرات راح يكون يستهلك منك كثير فالبدك تسويه كالآتي إنه نضغط على خيار اسمه Advanced زي ما أنت شايف أمامك وكل ما عليك إنك أنت تطفي هذا الخيار الخاص بالهردوير بحيث إنه يقلل لك كمان من استهلاك الشاشة بحيث إنه ما يصيرش عندك استهلاك كبير مثلا لما تكونت راعب لعبة ثانية كل الاستهلاك الخاص بالجبيو عالي جدا يعني بغضوا مع اللعبة راح يكون عندك فل فأنصحك إنك أنت تطفي هذا الخيار جدا مناسب إنك أنت تطفي بشكل كامل كامل طيب ما زبطت معك هاي الشغلات كلياتها يا صديقي العزيز لازم إنك أنت تفرمي جهازك وأنا بقول لك إذا عاب إنك أنت تنزل النسخة الخاصة بالجي آرزت في ثري راح أخلي لك الفيديو تحت بالتعليق المثبت وتفهم كيف لازم تجيب النسخة بشكل كامل كامل وطبعا متوفر عنا بسيرفر الدسكورد بإذن الله تفضل طلبها عند الشباب ورح يعطوكم إياها بشكل جدا سريع خلينا هلأ نبدأ بالتعزيز بشكل كامل للمعالج بشكل كامل إنه نخلي عنا المعالج والجهاز يكون عنا شغال مية بالمية بدون أي مشاكل منشوف كم من شغلي إخوان أنه هنا كم من أوامر أخلي لكم إياها برضو وحتفيتكم مكتوب كل واحدة شو أمرها كل ما عليك إذا بدك تشغل هذا الأوامر كل ما عليك أنك تدخل على CMD مثلا نحل مثلا هاي المشكلة مثلا نعمل Restore Health للجهاز إذا كان عندك مشكلة بالWindows نعمل Right Click Copy ونروح على خيار CMD بشكل هذا ونشغل CMD كمسؤول عفوا وبس ونحط الأمر ونضغط Enter وهكذا بتقدر أنك أنت تكمل الأمور كاملة بدون أي مشاكل راح خلي لك كل شي تحتاجه إن شاء الله بإذن الله ويفيدك بإذن الله هاي بالنسبة للكود تصليح إذا كان عندك مشاكل في عنا هون التعزيز الخاص بالSystem Optimizing هذا بيخلي لك الجهاز والإفريمات عندك تكون مية بالمية وتكون صحيح لا مية بالمية بدون أي مشاكل بدون أي إشي كل ما علينا نروح على CMD مرة ثانية ونشغله كمسؤول نعطي ياس زي ما انت شايف يا حبيب القلب كل ما علينا ندخل على الملف ونعطيها كوبي على السريع وننزل هون نروح على CMD وبرضه بنأخذ الأمر الثاني ومن Hot Control V Enter زي ما تشايف كتب لي وموري تمامي تمامي تمام مية بالمية بدون أي مشاكل أنا هيك بسكر هاي موري تمامي حطت لكم كم من اختصارات ممكن عشان تفيدكم تدخلوا عليها بشكل كامل دائما حاولوا منكم انتو نطفوا الجهاز من ملفات التين بالكاش وشغلات هاي كلها بتأثر بأداء الجهاز بشكل عام طوى ما صلى الله سيدنا محمد ندخل على زيادة أداء الرومارد زي ما انتم شايفين طبعا هاي الخاصية موجودة برضو عنا بنظام GRZ V3 رح تفيدكم كثير كل ما علينا نضغط على التمانية جيجا دول ونضغط ياس تضغط ياس مرة ث ثانية اوكي امورك تمام التمام عاب بانك انت يكون عندك سلاسة بالجهاز بشكل كامير خليت لك هذا الاختصار حي تضغط عليه بشكل هاد وراح يطلع لك بهذا الشكل كل ما عليك يا صديقي اذا عن جد بدك انت اداء حلو للجهاز ولتلعب لبوبجي موبايل او اي لعبة ثاني بدك سلاسة بالجهاز ويكون الامور عندك تمام التمام كل ما عليك تخلي على adjust for paste performers هاي من هم الشغلات اللي يجب تسويها لما تلعب تعطيك سلاسة وحركة حركة الماوس ايضا رح تختلف معك شكل كبير بحيث يصير عندك سلاسة بالموضوع فانت لما تخلص بعد ما تخلص بترجع على اول خيار لت ويندوز خليها على الويندوز شو ما بده هو يختار فانت بترجع اول خيار وامورك تمام التمام في نقطة اخيرة حاب نقولكم اياها وهي power setting طبعا زغطنا هون على power plan يا حباب القلب بعنكم اكثر من بلانات بتقدروا انكم تحطوها تمام هنا بالنسبة للابتوبات انا لا انصح بالهايجي بروفومرز الا في حال انك انت كنت شايل البطارية وحاط اللابتوب على الكهرباء ديريك يعني دغري فحطوا ه كثير وبرضو كمان عنكم الالتيميت بروفومرز راح خللكم الكود عليها كل ما عليك تحطوا الكود بسي ام دي وراح ينضاف عندك الالتيميت بروفومرز للاجتزة الضعيفة راح يصير عندك الاداء جدا خرافي باذن الله واستنونا ان شاء الله بفيديو قادم تسريع حركة اللاعب بشكل كامل وخرافي بالاضافة الى اقواح السية باذن الله راح تشوفها على اليوتيوب فهون ما نكون انتهينا من هذا الفيديو الاسطوري واتمنى ان ما طولت عليكم يا حباب القلب بشكل كامل كامل بهذا الشرح الاسطوري اللي انتو حبيتو انو حاول انو افيدلكم اياه وافيدكم بشكل كامل باذن الله كامعكم اخوكم زيادة وسموكر من قناة متسابق للعاب نشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في امان الله